الرئيس السيسي يؤكد أن دولة تتحرك في مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشري ولمكافحة الفساد استمرار التظاهرات في العراق ومطالب بتعين رئيس حكومة جديد بالاستفتاء الشعبي البيت الأبيض يؤكد أن ترامب لن يرسل ممثلا عنه للمشاركة في جلسة مسألته المقبلة الثامنة صباحا السادسة بتوقيت جرينيتش موجزون لأهم آخر الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتبنى ستراتيجية واضحة في قطع الاتصالات تضمن له النجاح لسيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية وشدد السيسي خلال افتتاح معرض القاهرة الدولية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الدولة المصرية تتحول نحو الرقمنة بقوة من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة سواء في الحاضر أو المستقبل يواصل المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية تظاهراتهم رغم موافقة البرلمان على استقالة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي وطالب المتظاهرون في بغداد بطرح أسماء المرشحين لتولي الحكومة المقبلة على الاستفتاء الشعبي وعدم تعيين حكومة جديدة من قبل الكوى السياسية ودخلت البلاد حددا عاما على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات والذين تقطت أعدادهم الأربعمائة كما أعلن عدد من المحافظات تعليق العمل في المؤسسات الحكومية والجماعات والمدارس قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ساميتسو تاكس أنه سيطلب من الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي أن نيتو خلال قمة الحلف المرتقبة في لندن دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا تعدي على سيادة اليونانية لا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراغ لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط وعضف رئيس الوزراء اليوناني أن الحلف لا يمكنه أن يظل غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي انتهكا صارخا لافتا إلى أن تبني نهجا محايدا هو أمر يأتي على حساب اليونان التي لم تسعى أبدا إلى تصعيد التوترات في المنطقة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مسألة الرئيس وأضف مستشار ترامب في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب أن فريق ترامب لن يشارك في أي جلسة قبل أعلان أسماء الشهود وضمان توفير اللجنة القضائية عملية تتسم بالعدالة قالت وسائل أعلام أمريكية أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين توقف حاليا بسبب قانون هونغ كونغ وأضفت أن الفريق الأمريكي المفاوض قرر إرجاء المفاوضات التجارية لحين اتخاذ الصين موقفا أكثر إيجابية تجاه المتظاهرين في هونغ كونغ وقالت وزارة الخارجية الصينية أن القانون الذي وقعه ترامب الخاص بدعم المحتجين في هونغ كونغ يعد تدخلا خطيرا في شؤون الصين لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري أكسترونيوز دوت تي في شكرا المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة